رياضيا أجريت في مديرية المعلّة بالعاصمة المؤقتة عدن قرعة دوري كاسترو الذي ستعقد في فعالياته في المديرية المعلّة بمشاركة 24 فريقا من مختلف مديريات المحافظة وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أكد أمين عام المجلس المحل بالمديرية كريم منير أن الدوري الرمضاني يأتي لسنظيم وتسخيل طاقات الشباب لتهذيب سلوكهم وتوجيه أنشطتهم وتأهيلهم لخدمة الوطن في مختلف المجالات